لا يتقن جبران باسيل أمرا في الحياة كإتقانه التخلص من كل التهم التي تلصق به وبتياره مقدمة لإلقائه على الآخرين هو يتبع في هذا الإطار سياسة تقوم على مبدأ واحد الإنكار ففي خطابه اليوم مثلا حاول أن يدافع عن العهد بطريقة بدائية إذ اعتبر أن بعض من انتخب الرئيس إنما انتخبه ليفشله وليسقطه وليتباهى بالأمر والسؤال هل فشل العهد بسبب الآخرين أو لأنه لم يتقن إدارة البلاد ولم يعرف كيف يضبط التوازنات كما لم يحسن إدارة شؤون الدولة بنزاهة وشفافية من جهة ثانية يعتبر باسيل أن ثورة السبعة عشر تشرين هي ثورة كاذبة سكتت عن الفاسد واتهمت الآدم وهو توصيف غير صحيح فثورة سبعة عشر تشرين ليست ثورة كاذبة والدليل أن جبران باسيل وأمثاله ما عادوا يتجرؤون على مواجهة الناس في الشوارع والأحياء والأماكن العامة فالرأي العام استيقظ وحدد الفاسدين والانتهازيين ولم يعد بإمكان أركان المنظومة تمرير كل صفقاتهم وتركيباتهم ومحاصصاتهم لكن الثورة لم تحقق بعد كل أهدافها فهي بالتالي مازالت ثورة ناقصة لكنها بالتأكيد ليست ثورة كاذبة أخيرا يعتبر باسيل في غطابه أن معركته اليوم هي معركة مع مروجي كذبة الاحتلال الإيراني للبنان فهل سلاح حزب الله كذبة؟ وهل سبع أيار كذبة؟ وهل استباحة بيروت من خلال الاعتصام الشهير كذبة؟ وهل القمصان السود كذبة؟ إنها حقائق دامغة ومثبتة ومحققة فيما كلام باسيل لا يعبر عن الحقيقة والواقع لذلك أيها اللبنانيون لبنان بحاجة إليكم والواجب الانتخابي ناديكم شاركوا بكثافة في الانتخابات فأصواتكم هي سلاحكم الشرعي لا تقبعوا ولا نبأة اشتركوا في القناة